موسيقى الرئيس السيسي يؤكد ما توليه النصر من أهمية لعلاقاتها الوثيقة مع ألمانيا وتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة مدبولي يتابع الموقف التنفيذي للأعمال بمركز معلومات العاصمة ومنطقة البنك دول أوروبية وعربية تحث رعايا على مغادرة أوكرينيا تحسبا لهجوم روسي السادسة مساء في القاهرة الرابعة بتوقيت جرينيتش نشرات إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى مصر وألمانيا علاقات وثيقة بين البلدين تعززها المصالح المتبادلة في مختلف المجالات زيارات المسؤولين الألماني إلى القاهرة تأتي باعتبار أن مصر أهم شريك لألمانيا في المنطقة العربية وشمال إفريقيا موسيقى أكد رئيس عبدالفتاح السيسي ما توليه النصر من أهمية خاصة لعلاقاتها الوثيقة مع ألمانيا وتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات جاء ذلك خلال استقبال السيدة أنالينا بيربوك وزيرة خارجية تجمهورية ألمانيا للتحادية حيث آرب السيد الرئيس أن تطلع مصر لاستمرار هذا التعاون القائم بين البلدين مع الحكومة الألمانية الجديدة على أساس من الاحترام المتبادل والشراكة المتوزنة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيدة أنالينا بيربوك وزيرة خارجية تجمهورية ألمانيا للتحادية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية بالإضافة إلى السفير فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى المستشار الألماني أولف شولتس مؤكدا سيادته ما تليه مصر من أهمية خاصة لعلاقاتها الوثيقة مع ألمانيا وتعزيز التعاون والمصالح المتبادل بين البلدين في مختلف المجالات حيث تعتبر مصر علاقات الشراكة مع ألمانيا بمثابة محور أساسي للعلاقات المصرية مع أوروبا بالنظر لمكانة ألمانيا واثقة لها كدولة أوروبية كبرى وهو ما ظهر في الانخراط الألماني القوي وغير المسبوك من خلال شراكتها الكبرى في خطط التنمية الطموحة التي نفذتها مصر في السنوات الماضية ومعربا سيادته عن التطلع لاستمرار هذا التعاون القائم بين البلدين مع الحكومة الألمانية الجديدة على أساس من الاحترام المتبادل والشراكة المتوازنة وذلك ارتكازا على مكانة كل من مصر وألمانيا وثقلهم الكبير ودورهم المحوري كل في دائرته الإقليمية وعلى الساحة الدولية وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة خارجية ألمانيا نقلت إلى السيد الرئيس تحيات المستشار الألماني مؤكدة اعتزاز بلادها بالعلاقات الوطيضة والمتميزة التي تربطها بمصر باعتبارها محور الاستقرار والاتزان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى جانب دورها الأساسي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف فضلا عن جهودها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والقيام بدور أخلاقي وإنساني مقدر من خلال استضافة مصر لملايين اللاجئين وإدماجهم في المجتمع وتوفير كافة الحقوق الأساسية لهم بالإضافة إلى النجاح الكبير لمصر تحت قيادة السيد الرئيس في ترسيخ مبادئ حرية العبادة والتسمح الديني وقبول الآخر مما جعلها مثلا أعلى ونموذجا يحتذى إقليميا ودوليا ومشيرة إلى حرص الحكومة الجديدة في ألمانيا على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصهد وكذا التنصيق بشأن كافة الموضوعات والملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الصلاة بالعلاقات الثنائية خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعسكرية حيث رحب السيد الرئيس في هذا الصدد باهتمام الشركات الألمانية بدخل استثماراتها في مصر معربا سيادته عن التطلع لزيادة تلك الاستثمارات فضلا عن الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة في مصر بينما أشرت الوزيرة الألمانية إلى متابعة بلادها للحجم الضخم للمشروعات التنموية الكبرى في كافة أرجاء الجمهورية مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه أن يوفر فرصا وعيدة ومتعددة لتعظيم الاستثمارات الألمانية في مصر خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة النظيفة والمتجددة والكهرباء والتعليم وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا في هذا الصدد من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وكذا الأوضاع في ليبيا حيث تم التوافق في هذا الخصوص بشأن تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعيا لتنفيذ المقررات الصادرة عن مصار برلين بهدف تسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية بما يسهم في القبائع على الإرهاب ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية ويساعد على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد كما تم التطرق أيضا إلى استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري بمدينة شرم الشيخ حيث أشهدت وزيرة الخارجية الألمانية بالدور المهم الذي تطلع به مصر في إطار الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة تغير المناخ معربة عن التطلع لتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال بينما أكد السيد الرئيس أن مصر حريصة على خروج قمة شرم الشيخ على الوجه الأمثل وحضور أكبر عدد ممكن من المشاركين بما في ذلك ممثل المنظمات المدنية الناشطة في مجال الحفاظ على البيئة ومنحهم الحرية للتعبير عن آرائهم كما ستسعى مصر كذلك إلى البناء على الزخام الدولي المتولد عن مؤتمر جلاسكو الأخير والخروج بنتائج ومبادرات طموحة تساهم في تعزيز عمل المناخ الدولي على كافة المستويات خاصة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات وبناء قدرة الدول النامية على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وتعزيز قدرتها على النفاذ لتمويل المناخ عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا للتحادية وذلك بقصر التحرير تناول هذا اللقاء العلاقات المصرية الألمانية المتميزة وسبول تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك هذا وتعد هذه هي الزيارة الأولى الرسمية التي تقوم بها الوزيرة لمصر منذ تولي مهام منصبها في ديسمبر من عام 2021 وذلك في أول رحلة لها خارج أوروبا والولايات المتحدة وخلال مؤتمر صحفي أكد وزير الخارجية سامح شكري أن زيارة وزيرات الخارجية الألمانية للمنطقة تعكس مدهة من بلادها بالمنطقة حيث أشار وزير الخارجية إلى أنه أجرى جلسة مناقشات مع الوفد الألماني للحديث عن التحديات المشتركة بين البلدين والتحديات التي توجه العالم استعراض العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية وتم تأكيد مرة أخرى على الأهمية التي توليها مصر للعلاقات مع ألمانيا وما تحقق خلال المرحلة الماضية من تعاون مصمر كان له أثر إيجابي في إطار جهود مصر التنموية وكان أيضا له أثر إيجابي في عمل الشركات الألمانية واستمرار التعاون في مجالات عديدة تبحثنا الآن وعقدت جلسة مشاولات منفردة ثم مع عضاء الوفدين تم خلالها تناول كافة القضايا الثنائية والتحديات الإقليمية والتحديات التي نواجهها بصفة عامة في إطار من التفاعلات الدولية وعلى صعيد الملف الليبي أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة احترام القرارات الشرعية التي اتخذها مجلس النواب في ليبيا وبدء مرحلة جديدة تؤدي إلى إجراء انتخابات النزيهة كما شدد شكري على أنه ليس هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا مؤكدا ضرورة تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق دائما المصر تؤكد بأنها تدعم التوافق الليبي ليبي وأن حل هذه القضية لابد أن يرتكز على التوافق لكافة الأشقاء في ليبيا حول المصار المستقبلي تعزيز المؤسسات واحترام المؤسسات الشرعية وما تتخذه من قراراته تأكيد أن مجلس النواب طلع بمسؤوليته التشريعية في إطار تنفيذ اتفاق السخيرات وتشاوره مع مجلس الدولة لبدء مرحلة جديدة تؤدي إلى الانتخابات وتؤدي إلى تعديلات دستورية كلها توافقات تمت من خلال الحوار والتوافق ونحن على اتصال مع كافة الأطراف لتعزيز الاستقرار لتأكيد أنه ليس هناك حلول عسكرية لهذه القضية ونتفاعل مع أيضا شركائنا الدوليين للوصول إلى الانتخابات التي تأتي بحكومة منتخبة شرعية تلبي إرادة الشعب الليبي وعلى سعيد القضية الفلسطينية أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو من عام 1967 كما أفضح شكري أن مصر تقوم بمشاورات مع الجانب الإسرائيلي وسلطة الفلسطينية لبحث سبل تفعيل عمليات السلام بين الجانبين مصر تسعى أيضا للتعامل مع هذه القضية المركزية للعالم العربي توصل إلى حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية نتشاور مع الحكومة الإسرائيلية مع السلطة الوطنية مع الشركاء الدوليين والولايات المتحدة للتحاد الأوروبي في إطار علاقاتنا الثنائية مع الدول المؤثرة لتشجيع الأطراف على استئناف المشاورات تحقيقا لرؤية حل الدولتين ومن جانبها أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أن مصر أهم شريك لبلادها في المنطقة العربية وشمال أفريقيا كما أشارت الوزيرة الألمانية للشراكة بين مصر وألمانيا وأشكال التعاون بين البلدين في عدة مجالات لافتة إلى أن نحو 400 ألف شخص يتحدثون اللغة الألمانية في مصر كثاني أكثر اللغة تحدثا في مصر إن مصر في الكثير من المسائل هي أحد أهم شركاء الحوار لنا في شمال أفريقيا وفي العالم العربي في المنطقة العربية ولذلك فقد تحدثنا اليوم حول العديد من المسائل الإقليمية بشكل خاص بالطبع الآخر التطورات في ليبيا وسبيل التعامل مع هذه التطورات لأننا شركاء في عملية برلين ومازلنا على تواصل مكثف حول هذه المسائل الاهتمام المشترك لنا هو الاستقرار والسلام في ليبيا ولن نحقق ذلك إلا إذا ما قرر الليبيون والليبيات بشكل مشترك القرارات المتصلة ببلدهم كما تعلمون كنت أزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية ألمانيا تقدر في هذا السياق دور الوساطة الذي تلعب مصر في النزاعة في الشرق الأوسط وبشكل خاص أجهود المبذولة من ناحية مصر والحكومة المصرية للناس في غزة الحكومة الجديدة الألمانية هي أيضا على قناعة بأن حل الدولتين المبني على المفاوضات هو السبيل الوحيد للسلام الدائم حتى وإن كان الطريق نحو هذا الحل ما زال طويلا أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على تفرض وخصوصية العلاقات المصرية البحرينية جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح في إتار زيارتي رسمية للمملكة البحرينية على رأس وفد من مجلس النواب أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أهمية دفع التعاون البرلماني بين البرلمان المصري والبرلمان البحريني إلى أفاق أرحب ليلعب دورا بالغ الأهمية في زيادة الروابط المتميزة التي تجمع شعبين الشقيقين من جانبه أكد رئيس مجلس الشورى البحريني ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بما في ذلك تبادل الخبرات التشرعية والبرلمانية بين البرلمانيين بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على رسوخ وتاريخية العلاقات المصرية البحرينية الأمر الذي يجعل منها نموذجا يحتذا به في العلاقات العربية العربية مؤكدا حرص الدولة المصرية على تعزيز هذه العلاقات بما يحقق صالح البلدين والشعبين الشقيقين جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب مع نظيرته البحرينية فوزية بنت عبدالله زينل في مستهل زيارته للمملكة حيث أكد أهمية تعزيز تنصيق بين مجلس النواب المصري البحرينية أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية بما يعكس الشواغل الوطنية للبلدين من جهتها أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني أن الزيارة تعبر عن عمق وخصوصية العلاقات المصرية البحرينية كما أشادت بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات البرلمانية المصرية البحرينية والذي تعكسه الزيارات البرلمانية المتبادلة وجه رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بإقامة حزام شجري حول المناطق التي تتعرض للرياح المحملة بالأتربة والرمال مع مراعاة تنصيق العام لإبراز المظهر الجمالي للعاصمة الإدارية الجديدة كما وجه رئيس الوزراء بأن يتم الإسرع من أعمال اللاندسكيب والمساحات الجمالية في مختلف مناطق العاصمة الجديدة جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها لمتابعة سير الأعمال والإنشاءات في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والتي استهلها رئيس الوزراء بعقد اجتماعا في مقر رئاسة مجلس الوزراء بالحي الحكومي مع المسؤولين المرافقين حيث أشار مدبولي إلى أن هناك توجيها من السيد الرئيس عبد الفتح السيسي بأن يتم تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق الجداول المخطط لها سواء من حيث الالتزام بأعلى معيير الجودة أو التوقيطات الزمنية وكذا معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع وهو ما يتطلب تكثيف الجهود وعقب الاجتماع استكمل رئيس الوزراء الجولة التفقدية في الحي الحكومي مؤكدا ضرورة التواجد الفعلي لمسؤولي الوزراء في مقار الوزراء المختلفة لمتابعة سير العمل والتشغيل التجريبي للمقار الحكومية والاتمئنان أهل جهزيتها كما تعرف مدبولي على الموقف التنفيذي لشبكات المياه والري والصرف الصحي وشبكات صرف الأمطار وشبكات وأعمال الكهرباء وكذلك الموقف التنفيذي لكل من منظومة الطاقة الشمسية والمحمول ومنظومة الصوتيات والمرئيات كما اطلع رئيس الوزراء على موقف تنفيذ شبكة الغاز الطبعي وشبكة الطرق وتنسيق الموقع العام كما استكمل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جولته التفاقدية التي بدأها بالعاصمة الإدارية الجديدة بتفاقد سير الأعمال بمبنى مجلس النواب ومبنى مجلس الشيوخ وميدان سار العلم وخلال هذه الجولة اطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية لمبنى مجلسي النواب والشيوخ كما تعرف أيضا على موقف تنفيذ الأعمال الاعتيادية والكهروميكانيكية وأقام مدبولي بجولة في أنحاء القاعة الرئيسية وصلاة الاستقبال والمكاتب الرئيسية ثم توجه رئيس الوزراء لتفاقد مشروع سار العلم حيث استعرض مسؤول هذا المشروع الموقف التنفيذي له ويتكون من مسرح دائري يسع ألفا ومئتي فرد ومبنى مسطحا ونفورة دائرية كما يصل ارتفاع سار العلم إلى مائتين وسبعة فاصل خمسة وسبعين بترا تبع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي موقف الأعمال الجارية تنفيذها في الحي السكني السالس ومنطقة الأعمال المركزية بالإضافة إلى تفقد نموذج لتشطيبات شقق فندقية لسلسل فنادق عالمية وذلك خلال جولتي التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة كما تبع مدبولي موقف الأعمال الجارية تنفيذها بمركز معلومات العاصمة ومنطقة البنوك واستمع رئيس الوزراء ومرافقه لشرح حول سير الأعمال في كل من مبنى مركز معلومات العاصمة حيث تمت الإشارة إلى بدء عمليات التجهيل والاختبار والربط بجميع منشآت الحي الحكومي وتوجه رئيس الوزراء لتفقد سير الأعمال والإنشاءات بمنطقة البنوك حيث تفقد فرع أحد البنوك المصرية الذي تم الانتهاء منه بالكامل وبدأ البنك في تقديم خدماته بالفعل منذ أسبوع كما تفقد مدبولي عددا من الإنشاءات الأخرى بمنطقة البنوك مؤكدا ضرورة الإسراء بمعادلات التنفيذ ليتزامن الانتهاء منها مع باقي المشروعات الأخرى بالعاصمة الإدارية وتزامنا مع الانتقال للعمل في الحي الحكومية انطلقت بالقاهرة فعليات المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي برعاية الرئيس السيسي يشارك في هذا المؤتمر عدد من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف وقيادات المؤسسات الدينية في 41 دولة من مختلف أنحاء العالم وأكثر من 50 وزيرا ومفتيا من دول العالم وعدد من النخب المؤثرة في مجتمعاتها من علماء وأدباء وكتاب ومفكرين وبعض قادة الرأي والفكر ورجال السياسة هذا وقد أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن الدولة تتعمل على تحقيق المواطنة والمحافظة على حقوق الجميع فإن موضوع هذا المؤتمر وهو عقد المواطنة وأصره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي موضوع تجديدي بامتياز حيث يهدف إلى ترسيخ أسس المواطنة على المستوى الوطني وإلى الإسهام في صنع السلام وترسيخ أسس العيش المشترك بين الناس جميعا على المستويين الوطني والعالمي كما يهدف إلى تعميق وترسيخ أسس الولاء والانتماء الوطني من منطلق أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان وأن الوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعا وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللون أو اللغة مما يتطلب العمل الدائم على ترسيخ أسس التسامح الديني وقبول الآخر على حريته في اختيار معتقده وحقه في إقامة شعائر دينه وبما يضمن إنصاف المرأة والعناية بالضعفاء والمسنين وزوي الاحتياجات الخاصة من خلال برامج الحماية الاجتماعية وتمكين كل أبناء المجتمع وإعطاء كل منهم حقه في ضوء وفائه بواجبه تجاه وطنه وهو ما تعتمده الدولة المصرية استراتيجية ثابتة في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قال وزير الشؤون الدينية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية عبداللطيف آل الشيخ إن الشعب السعودي يعتبر مصر بلدان ويكن لها الاحترام والتقدير خلال كلمتي في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني وثلاثين للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية تحت عنوان عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي وجه آل الشيخ الشكر للرئيس السيسي مؤكداً أنه أنقذ مصر وخاض معركة الوعي المجتمعي لبناء الجمهورية الجديدة ونجح في وضع اسم مصر على خريطة العالم في الأمن والاستقرار والرخاء أشكر في هذا المؤتمر فخامت رئيس جمهورية مصر العربية المجاهد الكبير سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الذي جاهد فعلاً وأنقذ مصر من كارثة كادة أن تقع بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضله وبفضل الرجال الشجعان الذين آثروا حياتهم وآثروا راحتهم وآثروا كل أمور الدنيا من أجل بقاء مصر منارة هدى ومنارة خير لجميع بلاد العالم الإسلامي فخامت الرئيس الذي خاض المعارك الصعبة لبناء الوعي المجتمعي في مصر العزيزة وبناء الجمهورية الجديدة وضع مصر على خارطة العالم في الأمن والاستقرار والرخاء انطلقت بالقاهرة فعليات المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية تحت عنوان عقد المواطنة وآثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي يأتي المؤتمر برعاية سيد رئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من الثاني عشر وإلى الثالث عشر من فبراير بمشاركة وزراء وعلماء ووفود على مستوى العالم الإسلامي بمشاركة أكثر من خمسة عشر وزيرة للأوقاف والهيئات والشؤون الإسلامية من أنحاء العالم الإسلامي ووفود من خمس وسبعين دولة انطلقت فعليات المؤتمر الدولي الثاني وثلاثين للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية تحت رعاية رئيس عبد الفتاح السيسي بأدف ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم وإحياء القيم الإنسانية المشتركة الإسلام نهى عن الإكراه في الدين وجعل الإكراه في الدين مرفوض لا إكراه في الدين والحقوق بين الجميع متساوية وتوازية لهم حقوق وعليهم واجبات وهذا المؤتمر في هذا الوقت ينص على ذلك ويحاول أن يظهر ذلك إلى الجميع وأن يبين أن المواطنة للجميع ونحن نتمنى من هذا المؤتمر أن يدعو إلى التماسك من قبل سائر أفراد المجتمع وسائر أطيافه من مختلف المعتقدات والثقافات إلى الحفاظ على القيم الإنسانية والمفاهيم السليمة التي تركها الآباء من احترام الكبير والعطف على الصغير ويتضمن المؤتمر عدة محاور أهمها تطور مفهوم الدولة قديما وحديثا من منظور إنساني وعقد المواطنة بين الحقوق والواجبات والتسامح الديني ومكانة المرأة في الدولة الوطنية وعقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي بالفعل هذه الموضوعات نحن نحتاجها ونتطرق إليها بين الحين والحين من أجل أن نرسل رسالة سلام إلى العالم كله أن الدين لا يمكن أبدا أن يقام فيه بعيدا عن الأوطان وأن الأوطان هي جزء من الدين نحث المجتمعات بأن يكون هناك مرتبط بين الدولة المواطنة والمحافظة على المشتركات الإنسانية وفي بناء التفاهم والتعاون الداخلي في كل دولة بغض النظر عن الانتماء المذهبي أو الانتماءات الأخرى مواطنة مهم جدا اليوم ومفهوم المواطنة يجب أن نفهم بمبدأ وبإطار الدين الإسلامي والمسيحي لأنه بمفهوم المواطنة أنا برأيي نقدر نؤمن الحقوق كل فرد في مجتمعنا تنمية ثقافة المواطنة لدى النشأ مسؤولية تقع على عطق المؤسسات التربوية والتثقيفية ومن هنا كان دور المؤتمر للحفاظ على المثل العليا عند جميع الأمم ومختلف الحضارات أحمد الحسيني التلفزيون المصري أعلن التحالف العربي تدمير 17 ألية عسكرية وتكبيت دقوات الحسية خسائر بشرية وأشر التحالف إلى أن ذلك جاء خلال عمليات استهداف ضد دقوات الحسية في حجة ومأرب وذكرها التحالف العربي أن تلك الحصيلة جاءت جراء تنفيذ 25 عمليات استهداف ضد قوات الحسية خلال ساعة الأربع والعشرين الماضية ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على المسؤول عن عمليات الإغتيالات والخطف في محافظة ميسان جنوب شرقي البلاد وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية أن المتهمة مطلوب إلى القضاء العراقي وذلك وفق المدى الرابعة إرهاب مشيرة إلى أن عملية إلقاء القبض عليه تمت في عملية مداهمة نوعية في محافظة ميسان نددت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد بفضائع تعيشها النساء بشكل خاص وذلك في عدد من مناطق الصرع في إسيوبيا مطالبة بتحقيق العدالة للنساء جاء ذلك عقب عودتها من رحلة إلى إسيوبيا شملت عدة مناطق للصرع وأشرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة إلى مشاهدتها خلال الرحلة لأشخاص وقعوا ضحايا للمجاعة هذا وقد خلف النزاع بين القوات الحكومية الإسيوبيا وقوات تيجراهي منذ نوفمبر 2020 الألف من القتلى وستنتهكات كبيرة دفعت مئات الألف إلى المجاعة أعلن رئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن التحذيرات من هجوم روسي وشيك على بلاده تثير الهلع مطالبا بدليل قاطع على هجوم مخطط له تأتي تسرحات زيلنسكي بعد يوم من تحذير مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومية جاك سليبان من أن هجوم روسيا على أوكرانيا قد يحدث في أي وقت وكان القادة الأوكرانيون يحاولون تقليل من احتمالات نشوب حرب شاملة بسبب تدعيتها على معنويات الرأي العام وعلى اقتصاد البلاد الذي يعاني بالأساس هذا وقد طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الدول الغربية بتقديم أدلتها حول النية روسيا التدخل في بلاده وذلك في أعقاب شروع العديد من الدول بمطالبة رعاياها بمغادرة أوكرانيا فورا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد طالبت من جميع الموظفين غير الأساسين في سفارتها بكياف مغادرة أوكرانيا بسبب احتمال حدوث تدخل روسي في البلاد وفي تطور الأوضاع انضمت كل من المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وكندا واستراليا ونيوزيلندا إلى الدول التي تحس رعاياها على مغادرة أوكرانيا كما نشدت السلطات البريطانية رعاياها بالمغادرة فورا مؤشرة في الوقت نفسه أنها لا تنوي إجلاء رعاياها عسكريا إذا اندلعت توترات في أوكرانيا في حال اختاروا البقاء هناك بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هاتفيا مع نظيره روسي سيرجي لافروف المخاوف الحادة والمشتركة بشأن احتمالية تنفيذ روسيا للتدخل العسكري ضد أوكرانيا في الأيام القادمة وخلال الاتصال أكد بلينكن أن طريق ديبلوماسي لحل الأزمة لا يزال مفتوحا لكنه سيتطلب من موسكو تخفيف تصعيد والانخراط في مناقشات بحسندية مشيرا إلى أنه في حال إسرار موسكو على التدخل العسكرية سيتم مواجهة ذلك بإجراءات واسعة النطاق وموحدة عبر الأطلسية أكدت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أميلي هورن أن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان ومسؤول مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية بيورن سيبرت نسقا تفاصيل الرد على التدخل الروسي المحتمل في أوكرانيا خلال مكالمة عبر الفيديو كونفرنس وأشارت هورن إلى أن الجانبين تبدلا مخاوفهما بشأن استمرار حج روسيا للقوات العسكرية حول أوكرانيا وكذلك الاستعدادات لفرض عواقب وتكاليف اقتصادية باهظة على روسيا إذا اختارت التصعيد العسكري وأضفت أن الرد الأمريكي الأوروبي المحتمل يشمل عقوبات مالية وقيودا على التصدير تفرض بالتنسيق بين الجانبين وشركاء وحلفاء آخرين دعت وزيرة الخارجية الأسترالية مارس باين روسيا إلى الاستمرار في حوار ديبلوماسي متبادل لحل الأزمة الأوكرانية وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الهندي بأن بلادها تدعم استجابة أوروبية موحدة من حلف شمال الأطلسي لأي صراع في المنطقة مضيفة أنها ستقف إلى جانب أوكرانيا من جانبه قال وزير الخارجية الهندي أن حل التوترات بين روسيا وأوكرانيا يكمن في الديبلوماسية موسيقى 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 نشرة السابسة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها موسيقى تظاهر الألاف في كامبارا بالقرب من محيط البرلمان احتجاجا على إلزامية اللقاح ضد فيروس كورونا موسيقى 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 أعلنت الشرطة الفرنسية أنها منعت 500 سيارة كانت تحاول دخول العاصمة باريس ضمن احتجاجات قافلة الحرية والمناهضة لقيود مكافحة جائحة كورونا كان المتظاهرون قد نظموا قافلة الحرية مستلهمين الفكرة من احتجاجات مماثلة في كندا ويسعى سائق السيارات وغيرها من المركبات من عدة مدن في أنحاء فرنسا إلى تحدي قرار الشرطة بمنع دخول العاصمة تظاهر الألاف في العاصمة الأسترالية كامبارا بالقرب من محيط البرلمان احتجاجا على إلزامية اللقاح ضد فيروس كورونا وأعلن المتحدث باسم قوات الأمنة الاسترالية توقيف سلاسة أشخاص خلال التظاهرات مشيرا إلى أن أعداد المتظاهرين قدرت بنحو عشرة ألاف متظاهر هذا وقد بدأت بعض الولايات الاسترالية ومنها نيوز ساوس ويلز بتخفيف القيود بشأن بطاقة التطعيم للدخول إلى المطاعين والمتاجر كشف رئيس الوزراء الياباني فاميو كشيدا عن خطته لتخفيف الضوابط المفروضة على دخول الوافدين الأجانب والطلاب لمواجهة تفشي جائحة كورونا وأوضح رئيس الوزراء الياباني خلال زيارتي لمطار هانيدا دولي بأن القرار سوف يكون بناء على تقييم علمي لمتغير اومايكرون ومستويات العدوى داخل وخارج البلاد وإجراءات الحجر الصحية في البلدان الأخرى ومن المقرر أن تظل الإجراءات الحدودية الحالية سارية حتى نهاية فبراير الجاري أعلنت هونغ كونغ تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بواقع أكثر من 1510 إصابات جديدة كانت هونغ كونغ قد أعلنت تمديد الحظر المفروض على رحلات الجوية من ثماني دول حتى الرابع من شهر مارس القادم بسبب مخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد تتواصل فعليات القافلة الطبية بوحدة طب الأسرة بمدينة حلايب وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لليوم الثاني على التوالي فقد تم توقيع الكشف وصرف العلاق بالمجان لنحو 295 حالة بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين منها إجراء 41 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة كما تم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاق بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تواصل مؤسسة حياة كريمة متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية بمحافظة الشرقية بقرية سعود مركز الحسنية هذا وقد تم الانتهاء من مجمع خدمة المواطنين والمركز التكنولوجي وكذلك مجمع الخدمات الزراعية ونقطة إسعاف سعود وجاري متابعة أعمال مشروع مركز سنية الأسرة حيث بلغت نسب التنفيذ فيه نحو 50% بجنب الأعمال الجارية من عملية توصيل الغاز الطبعي لأهالي القرية أكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر منظور أن الطفرة الكبيرة في البنية التحتية والإنشائية التي تشهدها المستشفيات الجامعية تسهم وبشكل كبير في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين أكد رئيس جامعة قناة السويس خلال افتتاحه للعناية المركزة للأطفال وقسم الأطفال بالمستشفى الجامعية أن هذه الافتتاحات وأعمال تطوير ورفع كفاءة الأقسام الداخلية للمستشفى تأتي في إطار خطة التطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية للدخول ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل التي ترعاها الدولة إن شاء الله إحنا دخلين في مشروع تأهيل المستشفى بالكامل لتناسب طموحات أهلنا بحيث ندوم لمنظومة التأمين الصحي الشامل زي توجهات سيادة الرئيس لتوجهات الحكومة النهاردة كمان إحنا معا إن إحنا بنغلق جزء من المستشفى علشان خاطر إعادة التأهيل والإنضمام لمنظومة التأمين الصحي الحقيقة إحنا في مرحلة تطوير مستشفيات جامعة قناة السويس تطوير شامل للإنضمام لمنظومة التأمين الصحي حسب توجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إن الخدمة الصحية تبقى متوفرة لكل مواطن أين كانت حالته المالية تنظم جمعية الهلال الأحمر المصري دورة تدريبية لفرقي لاستجابة للطوارئ بمحافظات الصعيد وتسمر فعليات دورة لمدة أربعة أيام بالغردقة تستهدف هذه الدورة تدريب المتطوعين على الإسعافات الأولية وكيفية نقل المصابين ودور جمعية الهلال الأحمر المصري في مؤجهة الأزمات والكوارث وكيفية التعامل مع الإعلام خلال الكوارث والأزمات ويشارك في تلك الدورة عشرون متدربا من أربع محافظات وهي قنة والأقصر وأسوان والبحر الأحمر بيتم من خلال هذه الدورة أعداء كوادر من المتطوعين لمواجهة الأزمات والطوارئ لقد الله في حالة حدوثها في أي وقت من الأوقات من خلال تدريبهم ودعمهم بتدريبات متعددة في الإسعافات الأولية والدعم النفسي وكيفية نقل المصابين وكيفية التحدث مع الوسائل الإعلامية الفرق بتحصل على تدريبات منها الإسعافات الأولية الدعم النفسي كيفية التعامل مع الإعلام كيفية التواصل واستخدام اللاسلكي بنعمل لهم محكاة بيكون فيها مصابين ممثلين بيمثلوا الإصابات بيعرفوا كويس أو يعملوا خيم يتعاملوا مع المصابين وأهالي الضحايا كل ده في تدريب لمدة أربعة تيام تدريب مكسف بيكون لمتطوعين الهلال الأحمر المصري تواصل وزارة التنمية المحلية جهودها للحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الشأن من جهته أكد وزير تنمية المحلية محمود شعراوي تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن المرحلة الثانية من الموجة التاسعة عشر لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملا مشددا على تنصيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة بحثت وزيرة التضمن الاجتماعي نفين القباج مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية في مصر سبل التعاون بين الوزارة والبرنامج الأممية خاصة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للأسر التي على وشك التخرج من برنامج التكافل يأتي ذلك في إطار تبني الوزارة لمنهج دمج تنمية الاجتماعية مع التنمية الاقتصادية لمساعدة الأسر على الاستقلالية المادية وتحسين جودة حياتهم هذا وتطرق لقاء إلى أليات جذب العمالة غير المنتظمة للدخول في إطار الاقتصاد الرسمي وتغطيتهم بسبل الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم وذلك تبقى لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن سياسة التحول الرقمي التي تتبعها الدولة في إطار اهتمام مصر بملف تغير المناخ اتخذت الدولة خطوات سريعة وجادة لتحديد مساهمتها في هذا الملف الهام الذي يهم العالم أجمع كما تلعب مصر دورا هاما في ملخ المناخ على المستوى الإقليمي حيث كان لرئاستها لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة والمجموعة المفاوضين الأفارقة كان لها دور أهم في توحيد صوت القارة الإفريقية في مفاوضات اتفاق باريس للمناخ اتخذت مصر منذ عام 2015 خطوات سريعة لتحديد مساهمتها في تغير المناخ وتابعت خطواتها بدمج بعد تغير المناخ في عدد أكبر من الوزارات ليصبح إحدى ركائز التخطيط الاستراتيجي بها إلى جانب العمل مع شركاء التنمية لجذب التمويل للمناخ في العديد من المجالات ومنها مواجهة نقص الطاقة بتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة وإصدار التعريفة الخاصة بها تحت مظلة مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والبحث عن أفضل الطرق للتكيف مع آثار تغير المناخ خاصة مع تزايد الظواهر المناخية الشديدة ومع اتفاق باريس للمناخ وأهمية الزخم والالتزام السياسي نحو سياسات المناخ كما إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية لخلق مزيد من الدعم السياسي والتعاون الوثيق بين عدد أكبر من الوزارات المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر كما تعمل الحكومة على إصدار الاستراتيجية الوطنية لكربون أقل وتلعب مصر دورا هاما في ملف المناخ على المستوى الإقليمي فكان لرئاسة مصر مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ومجموعة المفاوضين الأفارقة دور هام في توحيد صوت القارة الأفريقية في مفاوضات اتفاق باريس للمناخ والخروج بمبادرتين طموحتين هما المبادرة الأفريقية للتكيف والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة واستمرار العمل على تنفيذها واستضافت مصر مؤخرا مجموعة المفاوضين الأفارقة واستمع الوزراء إلى مداخلاتهم وأطروحاتهم وبدعم من الأشقاء إلى فارقة اتخذت مصر القرار بالتقدم لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27 خلال العام الجاري وتسخير جهودها لاحتضان أفريقيا لهذا الحدث الهام وترى مصر أنه في ظل ما ستواجهه دول العالم النامية والمتقدمة من تأثيرات تغير المناخ يجب التسريع بالخروج بحزمة مشروعات للتكيف لتشهد تنفيذا حقيقيا لاتفاق باريس والخروج بجدول عمل متوازن وصلنا إلى وقفتنا الاقتصادية في نشرة السادسة أخبار الاقتصاد مع آية كافوري إليك آية شكرا هيبة شكرا ريهم ولأننا تحاول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا توقعت وكالة فيتش سولوشنزا أن تشهد صدرة مصر من الأدوية زيادة نسبتها 4.7% خلال عام 2022 ألجاري وخمسة في المئة في عام 2023 وخمسة وثمانية من عشرة في المئة في عام 2026 كما أشارت الوكالة إلى توقعات بزيادة حجم السوق الأدوية الحاصلة على براءة اختراع في مصر إلى 70 مليار جنيه بحلول عام 2031 جاء ذلك في تقرير نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أشادت خلاله الوكالة بجهود المبذولة في مصر لتكثيف عمليات التصنيع المحلي للدواء وإتاحة الرعية الصحية لمختلف الفئات المجتمعية بأفضل جودة ممكنة أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حرص الدولة على دعم التنفسية والمكانة المتميزة التي تتمتع بها قناة السويس وذلك من خلال استراتيجية شاملة تهدف لتطوير القناة ومجرها الملاحي وجميع مرافقها وخلال تقرير نشره المركز صلطت دوء على قناة السويس الممر الملاحي الأكثر أهمية في حركة التجارة العالمية بفضل مشروعات الإزدواج والتوسع والتعميق وأوضح المركز أن القناة سجلت أعلى إيراد سنوية في تاريخها عام 2021 وذلك بستة مليارات وثلاثمائة مليون دولار أكدت وزيرة التجارة والصناع نيفينجا مع حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمة المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتذام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنة المصدرة والمستوردة وبما يصهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الأسواق العالمية جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة التجارة المبنى الجديد لمعامل الفحص بالهيئة العامة للرقابة على الصدرات والواردات بمناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد اجتماعاً تنسيقياً في إطار التحضير والاستعداد للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع وتحت شعار مصر تستطيع بالصناعة وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة أن المؤتمر سيتضمن جلسة للصناعة الخضراء لاستعراج جهود الدولة نحو التحول للصناعات الخضراء والتصدي لآثار تغير المناخ بالإضافة لدعم صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة من جانبها أكدت وزيرة البيئة أن هناك توجه جديد في التعامل مع المنشآت الصناعية وتسهيلات وحوافز تشجيعية يتم إعطاؤها لتلك المنشآت لدعمها لتصبح متوافقة بيئياً تحت المصر المركز الثالث في زراعة البطاطس بزراعة تصل إلى 320 ألف فدان تقريباً وفي هذا الإطار تقوم محافظة أدقاهلية بزراعة 35 ألف فدان بالتزام مع محاولات تحسين إنتاجيتها رجال وسيدات وصبية خرجوا من بيوتهم مبكراً إلى الحقول لحصاد البطاطس في مشهد معتاد بالمحافظة التي كانت أول من زرع البطاطس على مستوى محافظات الجمهورية بقرية الطويلة في مركز طلخة تحتل مصر المركز الثالث في زراعة البطاطس بزراعة 320 ألف فدان تقريباً وتتميز بطابع خاص في الزراعة والتسميد والرية وهناك اتجاه لزراعتها بالتنقيط البطاطس عندنا هنا مزارع البطاطس هو مزارع البطاطس ما يتغيرش لأن البطاطس لها طابع خاص في الزراعة طابع خاص في المتابعة طابع خاص في الإرشاد في التسميد في الريف وكل حاجة كما أن هناك جهوداً مبذولة لرفع إنتاجية البطاطس حيث يتم العمل على تعظيم عملية وحدة إنتاجية الفدان للبطاطس وتقليل التكاليف وزيادة الإنتاج استقوموا الإدارة الزراعية بإرشاد المزارعين والفلاحين لكيفية شراء التقاو المناسبة والعناية بالأراضي والمتابعة الجيدة وعدم الإفراط في التسميد الإدارة الزراعية بالقاس ومدرية الزراعة بالدهلية ووزارة الزراعة بتقدم عدة من الخدمات للمواطنين هي متابعة الأراضي الخدمات كل أي حاجة لأن البطاطس بتحتاج متابعة يومية ودورية من المزارع نفسه لازم المزارع ينزل يوميا للأرض مرة واثنين وثلاثة تباعد الأسليب الحديثة في الزراعة البطاطس برضو من العوامل المهمة بداية من الخدمة والزراعة الألية بالميكنات الوقتي والزراعة والري بالتنقيط برضو بيقلل فيه التسميد وبيقلل فيه كمية المية وبقلل فيه الضرر اللي بيحصل للضرر نتيجة الري المزارع بالغمر وبالتالي بيقلل معايا في التكاليف حملات توعوية مكثفة تقوم بها مديرية الزراعة بالدقهلية للمزارعين في الإدارات الزراعية والمراكز الإرشادية مع النزول للحقول على الطبيعة للمعاينة والكشف عن الأمراض الموجودة وتوفير احتياجات المزارع الضرورية فضلا عن تنظيم الدورات التدريبية والتوعوية المستمرة للمزارعين للحصول على أفضل انتاجية ممكنة للمحاصيل وفي أسواق المعادن النفيسة تراجع الذهب وسط قفزة في التكاليف بدتت جذبيته كأداة تحوط من التطخم ليصل إلى 1824 دولار الأوقية أما على الصعيد المحلي سجل عيار 18 نحو 696 جنيها في حين لمس عيار 21 سعر وصل اليوم إلى 812 جنيها وأيضا سجل عيار 24 سعر وصل إلى 928 جنيها وأخيرا الجنيها الذهب ووصل سعر اليوم إلى 6496 جنيها من أسواق المعادن إلى أسواق البترول العالمية حيث ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات بعد أن أدى تصعود الأزمة الروسية الأوكرانية إلى زيادة المخوف من قلة إمدادات النفط الخام العالمية وارتفعت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 33% ووصل السعر اليوم إلى 94 دولار و44 سنة للبرميل في حين أيضا ارتفعت العقود الخام للخام الوسيط الأمريكي بنسبة 63% ووصل السعر اليوم إلى 93 دولار و10 سنة للبرميل كشف تقرير حديث أن التضخم بالولايات المتحدة يؤدي إلى زيادة الضغط على الاحتياطية الفيدرالية لاتخاذ إجراءات صارمة للسيطرة على الأسعار ونقلت وكلت بلونبرغ عن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس أنه أصبح أكثر تشددا بشكل كبير ويدعم الآن رفع أسعار الفائدة بنقطة مأوية كاملة بحلول الأول من يوليو المقبل هذا ولم يقم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة منذ عام 2000 أي خلال 22 عاما يأتي هذا التحول بعد أن أظهر تقرير جديد أن أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 7.5% في يناير في أعلى وطيرة منذ عام 1982 يأتي هذا فيما توقعت مجموعة جولمان ساكس رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 7 مرات في 2021 لاحتواء تضخم أعلى من المتوقع في الولايات المتحدة وتشير التوقعات المرتبطة بموعيد اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المثثمرين يترقبون أن يكون سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي واحد وخمسة وثمانين من المائة في المائة بعد اجتماع ديسمبر مقارنة مع صفر الآن إلى هنا مشاهدين تنتيج جولتنا الاقتصادية وضمرة أخرى إلى رهيم تزيبوه بحسين إليكم أيا كفوري أشكرك ولا تبقى في نشرة السادسة سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء الرئيس السيسي يؤكد ما تليه مصر من أهمية العلاقتها الوثيقة مع ألمانيا وتعزيز التعاون والمصادر على حلم تبدل خلال جولتي بالعاصمة الإدارية الجديدة مدبول يتابع الموقف التنفيذي للأعمال بمركز معلومات العاصمة ومنطقة البنوك دول أوروبية وعربية تحص رعيها على مغادرة أوكرانيا تحسبا لهجوم الروسي انتهت نشرة السادسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري تحية لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر